للمرة العاشرة يضرب الأطباء المبتدئون في إنجلترا منذ مارس الماضي إضراب مدته خمسة أيام يضم هذه المرة الأطباء الخرجين غير المختصين ويطالبون فيه برفع الأجور بنسبة 35% وزيرة الصحة قالت في ديسمبر الماضي إنها ستعود إلى طاولة المفاوضات بعد 20 دقيقة وبيدها عرض آخر لكنها تأخرت 20 يوما لترسل بعد ذلك إلينا وزيرا آخر ليقول لا يوجد عرض آخر سلسلة إضرابات تضاف إلى 12 إضرابا خلال العام الماضي استمر أطولها 6 أيام وهي أطول فترة إضراب في تاريخ خدمة الصحة الوطنية ببريطانيا الأرقام تعكس هول الأزمة في القطاع الصحية فطوابير المرضى تقارب 8 ملايين إضافة إلى إلغاء وتأجيل أكثر من مليون فاصل ثلاثة موعد وعملية منذ بدء الإضرابات وفق إحصاءات حكومية إضرابات يقابلها إصرارا من الحكومة على موقفها الرافض لمطالب الأطباء معتبرة أن البلاد تمر بضغوط مالية أزمة الإضرابات بدأت في أكتوبر عام 2020 وهذا إضراب الأطباء العاشر الحكومة أخفقت في تقديم عرض موثوق مضطرنا للاعتصام ولا نملك سوى أن نطالب الحكومة بقبول التفاوض معنا ونعلم أنها تراجعت عن بناء مراكز طبية جديدة يتزامن هذا مع تراجع خطة الوزراء في مضاعفة عدد الأطباء المتدربين لعام 2031 بعد تعهدهم بمضاعفة كليات الطب بحوالي الضعف وفقا لأرقام هيئة الخدمات الصحية الوطنية يوجد الآن قرابة 9000 وظيفة شاغرة للأطباء في الهيئة مقارنة بدول أخرى يوجد في إنجلترا نسبة منخفضة جدا من الأطباء حيث يبلغ متوسط عدد الأطباء 2.9 فقط لكل ألف شخص براء العزاوي المشهد لندن